موسيقى نظمت وزارة الزراعة وتصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي ورشة عمل تدريبية بعنوان الاتجاهات الحديثة في الزراعة بالتعاون مع المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى وعدد من قيادات وزارة الزراعة وسإصلاح الأراضي أرضا نعمل ورشة عمل تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في الزراعة وده يتم بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى كاردني وبرعاية معالي الوزير السيد القصير ووزير الزراعة وسإصلاح الأراضي في الحقيقة كان هناك توجيه من معالي الوزير بضرورة تطوير قطاع الزراعة والخدمات المقدمة للزراعين بشكل عام ومن هذا المنطلق عقد نوارش العمل تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في الزراعة هنتكلم فيه عن كل ما هو جديد في المجالات الزراعية والتقنيات الحديثة والأسليب الحديثة في الزراعة وكل ما هو من شأنه زيادة الانتاجات الزراعية ورفع جودة المنتج الزراعي وبالتالي عن عكس ده على زيادة الانتاج الكل ويسهم في تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري وأيضا هنتكلم عن الإجراءات والتقنيات الحديثة اللي بتتبع من أجل تحسين السلالات المصرية وزيادة انتاجات السرور الحيونية في مصر والمساهمة في سد فجوة اللحوم الحمراء في مصر أيضا هنتكلم عن كل ما يتعلق بالهندسة الوراثية والنانوتكنولوجي والتوسع في الزراعات العضوية وكل الأسليب الجديدة في الزراعة حضرك عارف أن الزراعة علم كبير جدا وكل يوم فيه جديد وكل يوم فيه تطوير والعلماء المصريين والمتخصين المصريين بيوجبوا كل ما هو جديد في هذه العلوم عشان نطبقها في مجال الزراعة وإنجاز كبير جدا بيتم في الفترة الحالية طبعا حرك كلمت عن قطاع الإرشاد الزراعي ودوره في نقل التوصيات الفنية ده بيتم من خلال التعاون مع كل الجهات مش يعني البحثية فقط لكن البحثية وأيضا مديرات الزراعة وبيتم مع إدارات الإرشاد والإدارة المركزية للإرشاد كل الجهات في مصر بتشارك وبتؤدي هذا الدور من أجل توصيل كل ما هو جديد من أسليب في الزراعة أصناف جديدة، ممارسات زراعية جديدة، أسليب المكافحة، توعية باستخدام الزراعة الآلية تطبيق نظم الرئي الحديث، كل التطبيقات الحديثة، استخدام الأسمدة المتطورة الجديدة اللي بتحقق فعلا إنتاجها عليها بنعرف المزارعين أيضا بالتقنيات المتعلقة بالمقاننات المائية السليمة وأيضا المقاننات السمادية، كل ما هو جديد في الزراعة نسعى أن ننقله للمزارع وخصوصا الجزء المتعلق النهاردة بمخرجات كوب 27 وما يتعلق بتغير المناخ نحن برضو بنعرف المزارع من خلال المعمل مركز المناخ بمركز البحث الزراعية ومركز معلومات تغير المناخ أيضا بنعرفهم بكل المستجدات وإزاي يواجه المستجدات اللي بتحصل متعلقة بتغيرات التقس والتقلبات الجوية علشان ياخدوا الإجراءات الاحترازية اللي تممكنهم من الحفاظ على محاصلهم والحفاظ على الانتقية الزراعية في مصر المركز الحقيقي التأسس في 1984 من مجموعة مدولة عربية وأحد بؤسسي هذا المركز هي جمهورية مصر العربية ويهدف المركز إلى تفعيل نظام الاستشارات الزراعية والتدريب في جميع القطاعات الإصلاح الزراعي والتلمريفية في الدولة العضاء كل ما يتطلبه حسب واقع الدولة المعنية نقوم بتقديم الخبرات المتعلقة في هذا القطاع الحجر الزراعي دايماً بيطور نفسه بما يتواكب مع الاشتراطات الدولية باستمرار الحجر الزراعي دلوقتي ممثل في كل اللجان العلمية والفنية والخاصة بالرقابة على الصدرات والورادات الزراعية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتفاقات الدولية اللي بتحكم عملية الاستراط والتصدير الزراعي وده بيدينا فرصة وبيدحلنا فرصة في المشاركة في اتخاذ القرارات الوضع السياسية الخاصة بالتبادل التجاري في الدول التفاوض مع الدول المستوردة وفتحة أسواق جديدة كل ده بيدينا ثقة كبيرة جداً لو الدولة المصرية في على مستوى العالم وبيحسن سمعة الصدرات الزراعية المصرية على مستوى العالم وطبعاً التزام الحجر الزراعي بتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية بحزفرها زي ما هي منصوص عليها في الاتفاوض الدولية ده بيعكس ثقة العالم بشكل فوري ومباشر في الصدرات الزراعية المصرية فده طبعاً بيؤدي إلى زيادة الصدرات بيؤدي إلى فتحة أسواق جديدة دول عمرنا ما كنا بنصدر لها قبل كده بدنا نصدر لها طبعاً كل الكلام ده بيطم وفقاً لمعايير دولية للصحة النباتية متوفقة مع كل القواعد الدولية واشتراطات الدول المستوردة مدوقة مهمة جداً لأنها بتعكس مدى اهتمام الدولة بالاتجاهات الحديثة في مجال الزراعة ومجال الزراعة الحيوانية اللي على كلام حركة عليه مجال الزراعة الحيوانية يمكن حركة متابعة في حاجة اسمها نقص في كل الموارد سواء كان موارد النباتية أو موارد الزراعة الحيوانية أو الداجينة فإحنا كلنا بنعمل تحت منظومة أمن غذائي للمواطن أنا كمدير لمعايات بحسن النساءات الحيوانية هدفنا الأساسي هو توفير اللبن وتوفير اللحوم للفلاح الصغير زي ما المتطلبات الدولية بتقول يعني هو محتاجة ديه في كل شهر إحنا هدفنا الأساسي زي ما معروف من اسم المعهد وتحسين السلالات المحلية عن طريق زيادة خصوبتها عن طريق تقليل الأمراض اللي بتؤدي إلى نقص الخصوبة أو الإجهاد أو موت الأجنة وبالتالي بنحرص على أن الفلاح صغير يحصل من الجموسة بتاعته أو من البقرة على مولود صحيح كل 13 شهر أو كل سنة تقريبا بترجع أهمية الموضوع لأن السلالات المحلية قليلة الإنتاج سواء كان من اللبن أو من معدل تحويل اللحوم يعني لو كلمنا على الجموس مثلا المصري فبنتكلم على إنتاج 3 أو 4 كيلو في اليوم وبنتكلم على إنها لما بتعشر 10 مثلا 4 أو 5 شهور بتلاقي إنتاجها نزل ربع الكمية دي لو كلمنا على أبقار المحلية برضو البلد اللي هي ممكن بقت نسبتها قليلة برضو إنتاجها في الرنج ده أو أقل مع أخذ في الاعتبار أن نسبة الدهن فيها قليل من نسبة البروتين قليل الهدف من التحسين السلالة هو الوصول لمعدلات إنتاج تكافي الفلاح وتكسبه فالنهار ده لو أنا قارنت البقرة المحلية بالبقرة المستوردة اللي هي جاية من أوروبا ومن أمريكا فبتكلم في أكتر من عشر أضعاف الإنتاج دي بتنتج 30-35 كيلو الأجنبية المقارنة بـ 3 أو 4 كيلو في المحلية طب الهدف من تحسين السلالة هو إن أنا أضيف تركيب وراصية عن طريق طقاح الصناعي عن طريق الأجنة للسلالة المحلية بحيث أنها توصل بالإنتاج تدريجي للإنتاج اللي هو العالمي مع الأخذ في الاعتبار بأنها بقرة كويسة ومقاومة أو جموسة كويسة ومقاومة الأمراض والبيئة المصرية في محور تاني هو استبدال سلالات اللي هي غير ذات جدوة في الإنتاج بسلالات تانية أنتاجها أعلى وهي موسالة مثلا في بعض أبقار براون سويس أو بعض أبقار السمنتال أو الأبقار الهولوشتاين دي طبعا الوزارة نصحت بيها لكن نصحت الناس اللي هي عندها مقدرة من حيث المكان ومن حيث الإمكانيات أنها تربي البقرة دي وتديها احتياجاتها من الأكل ومن التحصنات ومن الإواعي المناسب بحيث أنها تنتج في نفس إنتاج أو معدلات الدول الأجنبية طبعا الكل يعلم كم الأزمات والتحادات اللي بتقابل هذا المجال وبتقابل ملف الأمن الغذائي عموما فمن المهم جدا تتشين مثل ورش العمل زي دي كده أن نشوف إيه الاتجاهات الحديث سيكون تفكيرنا خارج السندوق يتناسب مع هذا الكم الكبير من التحديات طبعا كان لنا محاضرة في ورش العمل تكلمنا على أهم هذه التحديات تكلمنا على التغير المناخي أحد التحديات العالمية والمحلية اللي بتقابل منظومة الأمن الغذائي عموما وبتقابل الإنتاج الزراعي طبعا مصر استضافت وكانت رئيسة مؤتمر الأطراف السبع والعشرين اللي هو الكوب تونت سيفن وهذا المؤتمر ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف أن ينتج أو ينشأ عنه توافق ما بين الدول الأطراف كلها أن يكون فيه ما يسمى بسندوق الخسائر والأضرار بمعنى أن أخيرا بعد سبعة وعشرين مؤتمر أطراف أن يتم الاتفاق والتوافق على أن يكون هناك تعويض للدول المتضررة يعني الدول اللي هتتضرر من المناخ يعني مثلا شوفنا بباكستان سيول عارمة وفيضانات وحيانا الجفاف في بعض المناطق الثانية الدول دي دول اقتصادها بيتأثر جدا وكتبعها الزراعة بيتأثر جدا والآخر ما حاش بيعوارها فمثل هذه السندوق طبعا أليت وجود الصندوق والتمويل ونصيب وحساس الدول وكيفية حتى التعويض كل ده لسه ما تمشي الاتفاق عليه ولكن من هنا الغيتكوب 28 هيتم التوافق أو الاتفاق على التفاصيل هذا الصندوق في النهاية هو مخرج هام وهام جدا للدول النامية بالتحديد انتظرته كتير جدا وأخيرا تم إكراره في مؤتمر الأطراف السابق وده أحد نجاحات تنظيم واستضافة مصر للمؤتمر السوشيال ميديا أخذت جزء جبير جدا من اهتمام الناس حتى على مستوى توصيات الزراعية أنا بتابع السوشيال ميديا وبشوف التوصيات اللي بتروح للناس للأسف شريحة توصيات أحيانا ما يكونش على أساس علمي تم هنا عندي قناة قناة مصر الزراعية بتبث على مدار الساعة 24 ساعة شغالة وفيها توصيات مبنية على نواتج العلم والبحث من المؤسسات بحسية ومن بحسين ودكاترة بازل جهد كبير جدا جهد كبير إن هم يطلعوا التوصيات دي تم هنا أشوفها ليه بجري وراء أحيانا المزارع بيبقى يعني أنا بصراحة أنا تعرف إن أنا مع المزارعين قلبا وقالبا بس أحيانا ما بلقضوش حجة إن يسيب التوصيات المعتمدة والتوصيات الحقية ويجري وراء توصيات لا أعرف صاحبها ولا أعرف أصلها إياه ولا أعرف جيبها منين وأحيانا بتعملوا مشكلة والآخر ما بنعرفش نحاسب الناس دي لأن في النهاية هو فضاء افتراضي أنا حاسب من فيه يعني كل وقت ده بيخش بأسماء وهمية كمان فأنا أتمنى من أهل المزارعين أنهم يركزوا جدا مع قناة مصر الزراعية وإحنا على قد نقدر كباحثين ومؤسسات تابعة الوزارة الزراع بنمدي القناة أو البول بكل التوصيات المطلوبة وشهدت ورشة العمل حضور عدد من المشاركين من كافة المعاهد البحثية ومدريات الزراعة بالمحافظات والذين أشادوا بالمحتوى الذي تم تقديمه من خلال الورشة الورشة العمل بصراحة موضعات ممتازة الفتتاح كان أكتر من رائع وتمثيل من قيادات الوزارة على أعلى مستوى الناس كلها مهتمة بأننا إن شاء الله في نهاية الورشة دي نكون حصلنا كل جديد تقريبا كل الموضوعات مطروحة بشكل جديد في دور المتغيرات الجديدة حتى النهاردة المحاضرات التي تغيرنا التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني وكذلك دور الحجر الزراعي اللي هو بسم الله دور رائد محاضرة كانت ممتازة عن الحجر الزراعي عرفتنا إحنا فين بالنسبة لحجر الزراعي وكون المدير الحجر الزراعي في القاهرة أو في مصر هو عضو من قد من الزمن السابع الكبار على المستوى العالم في الحقيقة ورشة متميزة جدا خصوان الجزء بتاع التغيرات المناخية طبعا إحنا عرفين كلنا التغيرات المناخية أثرت على حياتنا كلها من زراعة من صناعة صحة حتى الصحة البدنية كل حاجة فالتغيرات المناخية طبعا ما فيش شك اللي هي مؤسرة تأثير كبير إحنا النهاردة سمعنا حلول غير تقليدية بالنسبة للتغيرات المناخية الهدف من ورش العمل بإحنا نخرج أفكار جديدة خارج الصندوق لحل المشاكل الزراع المصرية في جميع الاتجاهات سواء المحاصيل أو إنتاج حيواني أو إنتاج الفاكهة والخضرات وكلام اشتركوا في القناة